فوائد ومعلومات عن أجمل زهرات سترها اليوم السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الكرام إنما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة اضغطوا على أعجبني فضلا منكم وليس أمراق وحركوا الجرس يصلكم كل جديد واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا قبل والشكر بوصول لكم مسبقة نبات الرصاصية الأذنية نوع نباتي ينتمي إلى جنس الرصاصية من الفصيلة الرصاصية يعتبر النبات الرصاصية الأذنية نباتا مرنا وموثوقا للغاية وقد اشتهر بالحضائق المنزلية وكذلك للمناظر الطبيعية التجارية لسنوات عديدة يمكن العطور على هذه النبتة في الحضائق جميع أنحاء العالم ويبدو أنها تحدى بشعبية كمصنع قياسي في أوروبا وفي الصيف تقطع الأدغال بدعمات جميلة من أزهار السماء الزرقاء البايتاق على الرغم من وجود أزهار غالبا في أوقات أخرى من العام فترة الإزهار الرئيسية هي ما بين نوفمبر ومايو شجيرة رصاصية أذنية هو نبات شجري دائم الخضرق مع أزهار زرقاء وبيضاء جميلة ينمو طوله وعرضه من ثلاثة إلى تسعة أقدام وقليل من السيانة كمصنع للخلق يمكن زراعته بأشكال عديدة تناسب خيالك إذا كنت تبحث عن نباتات الزنا دون بدل الكثير من الجود فإن رصاصية أذنية هناك من أجلك يمكنك أيضا توقع الفراشات في حديقتك لأن هذا النبات جدا جدا لهؤلاء الزوار اللطيفين المجنحين وبصفته نباتا أصنيا في المناطق شبهة الاستوائية فمن الواضح أن الرصاصية أذنية يحب الطقس الدافي نظرا لأن رصاصية أذنية يمكن أن يتحمل فقط أدنى درجة حرارة تبلغ صفر تحت الدرجة ويتحمل السقيع بشكل سيء فمن المستحسن إبقائه داخليا في المواسم الباردة إذا تم زراعته في مناطق أكثر بروضة يحب رصاصية أذنية رطوبة التربة المتدلة ولكنه لا يتحمل التشبع بالمياه بمجرد إنشاء رصاصية أذنية في الحديقة أو الويعاء يصبح متسامحا إلى حد ما مع حالة الجفاف كما هو موت في المناطق شبه الاستوائية في العالم يتم استخدام رصاصية أذنية للاستحمام في ضوء الشمس الكامل وبالتالي ستنمو بشكل أفضل في حديقتك في وضع مكشوف إذا كان ينموها في الداخل فيمكنها تحمل الظل الجزئي على حساب أزهارها كلما قل ضوء الشمس الذي تقدم لهذا النبات قل عدد الأزهار التي تنبت لك سيكون أفضل مكان رصاصية أذنية داخلي هو حافة النافذة الساطعة ولتشجيع أفضل نمو والزهار أكبر لمصنع رصاصية أذنية قم بزراعته في التربة الحمدية قليلا إلى التربة المحايدة وهي تحب أن تنمو في التربة القلوية قليلا ومع ذلك قد يعاني البعض من سفيرار أوراق شجر سيصبح رصاصية أذنية أكثر سعادة في طبقات ركيزة غنية جيدة التصريف نظرا لأنها تحتاج إلى تصريف جيد فمن الأفضل مزج التربة ببعض الرمال أو ضع طبق من حاسي الطين في الأسفل إذا كنت زارع النبتة في الأواني وإليك طريقة زراعتها يمكنك زراعتها بالبدور والتي عادة ما تكون متاحة على نطاق واسع في معظم تاجر الحضائق وكذلك عبر الإنترنت استخدم التربة النظيفة أو الخثية أو السماد لكل بدرة أغرسها على عم 25.0 بوصة قم برشي التربة بالماء وثابت الزيادة التصال من الأفضل وضع الأواني على نافذة مواجهة لشرق الشمس من أجل الدفن والحفاظ على رطوبة الضوء من أعلى واحد في التربة أثناء عملية الإنبات لا تفرد في الماء لمنع تفشي العفن يستمر الإنبات ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وبعد ذلك يمكنك نقل شتلاتك إلى الأرض ويفضل أن يكون ذلك خلال فصل ربيع للحصول على الزهار كامل في وقت لاحق ونابتة الرصاسية الأدنية هو مغدين خفيف ويحتاج إلى تطبيق سماد مرتين سنويا ومع ذلك فإن الإخصاب المنتدم وفي الوقت المناسب يشجع على القوة والإزهار الأقصى في كل ربيع سماد باطل إصدار متوازن ويجب ودع السماد على رصاسية الأدنية في أوائل الربيع ثم مرة أخرى في أواخر الخريف يجب استخدام الأسمدة القابلة للدوابان في الماء فقط إذا كانت التربة بها نقص في المغديات الدقيقة مثل المنغيز أو الحديد فوائد تقليم شجارات رصاسية أدنية سوف تستفيد رصاسية أدنية من التقليم الكامل خلال فصل الشتاء الخامل بالإضافة إلى ذلك ستؤدي عملية قطع الرأس والتشكيل الدورية على حساب رغبتك خلال موسم النمو إلى الحصول على أفضل صحات ومظهر بصري خلال فصل الشتاء أقوم بإزالة كل غسل ميت إلى قاعدته عن طريقة 25.0 فوق قاعدة الساق يجب قطع الفروع المكسورة على الأقل واحد أسفل الاستراحة استخدم دائما أدوات حادة للجروح النظيفة وحاول ارتداء القفازات لحمايتك وتذكر أن تطهر أدوات التقليم بين الجروح لتقليل مخاطر التلوط المتبادل إلى جانب البدور يمكن أيضا غرس رصاسية أدنية من العقل نصف الناضيج أو من خلال تقسيم الفروع الجدرية من النبات الأم عند القيام بقطع الجدع قم بعمل أربع قطع من فرع شبه ناضيج خلال فترة الصيف ثم غمس القطع في مسحوق التجدير لتحفيز الجدر وضع القطع في وعاء جيد التصريف والمياه بخفق حافظ على رطوبة التربق وسيستغرق القطع حوالي أربعة أسابيع لتطوير نظام الجدر إذا كنت تريد القيام بتقسيم الجدر يجب أن يتم ذلك أيضا خلال فترة الخريف عندما تتلاشى الظهور إزالة النبات بعناية من الأرض مع القرى الجدر سليمة قسم رصاسية أدنية بحيث يكون لكل قسم ثلاث سيقان على الأقل ونفس عدد الجدر نقل الإنقسامات إلى التربة والعناية بها مع نفس الظروف كما هو الحال مع النبات الأم وقبل الختام أريد أن أعرف هل توجد هذه النبات في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم والسلام عليكم ورحمة الله